بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم في حل النموذج الثاني في كتاب المدرسة اللي هو الثاني اعدادي بترمي التاني في الجار اول سؤال عطولي بقول لي اكمل ما يأتي اطيلي 9000 تربيع ناقص 4 بق تربيع بتسوي ايه انا عندي التسعة دي بحللها ل3000 في 3000 طب بقول لي 4 بقى احللها ل2 في 2 وعطيلي هنا 2 بقى يبقى حلل دي لتنين بقى يبقى التسعة الف تربيع ناقص 4 بق تربيع بتسوي ايه بتسوي 3000 ناقص 2 بقى في 3000 زي 2 بقى لو فاكرين احنا كنا بنحل سين وس 3 ناقص ايه بتسوي سين ناقص 2 ناقص ايه زي 2 سين زي 4 انا عندي السين وس 3 دي كنا بنحللها لسين في سين تربيع وبعد كده كنا بنضرب الاثنين دول في بعض يطلع لدي سالب 2 فاربعة بقى بسالب 8 انا عندي السالب موجود ايه بقى هيا هتكتب في اين هتكتب هنا كان 8 بتاعشف السؤال اللي بعده عطيلي 5 سين ناقص 2 صاد في 25 سين تربيع زي 10 سين صاد زي 4 صاد تربيع كنا بنحل ديل ايه كنت بضرب ده في ده وتكتبه هنا 5 سين في 25 سين تربيع كان بمئة 25 سين وس 3 باخد نفس اشارة ده اللي هو السالب 2 صاد فاربعة صاد تربيع كنت بكتبها ايه 2 صاد فاربعة صاد تربيع بايه 2 فاربعة بتمانية وصاد في صاد تربيع بصاد وس 3 يبقى الكلام ده عنده يساوي 125 سين وس 3 ناقص 8 صاد وس 3 تعا نشوف السؤال اللي بعده عايز مجموعة حل المعادلة سين تربيع زي 3 في سين تكعيب زي 1 بتساوي زي 5 احنا الاول عندنا السين تربيع زي 3 انا كنت بحلل ده لايه لو كوس صغير وكوس كبير والكلام دي عندي كان بساوي زي 5 كنت بحلل دي سين زي الواحد بعد كده بجيب مربع الاولان اللي هو السين تربيع ومربع الاخران اللي هو واحد وبعدكده بعكس اشارة ده واضرب راب ده انا عندي بي بفاي وده بفاي الوحيدة اللي هتحلل عند اللي هي السين زي ده الواحد بتساوي 0 ليه انا لو جيت احلل دي مش هتتحلل لو جيت احلل دي مش هتتحلل لما اوضي الواحد هنا في المعادلة دي الجنب التاني بقسين هتساوي جام هتساوي سالب واحد يبقى مجموعة حل المعادلة دي بجام بسالب واحد فهنشوف السؤال بعده بقول لكيس به تسع بطاقات مرقمة من واحد إلى تسعة سحبت منه بطاقة واحدة عشوائية فإن احتمال أن تكون هذه البطاقة تحمل عدد أولي وفاتي الاول احنا عندنا فضاء العينة كان بايه هو بولي الأرقام من واحد لتسعة يبقى واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة دول تسعة ترقون هو عايز البطاقة تحمل عدد فردي واولي طيب عدد فردي الاول واولي يبقى انا عندي الاعداد حدث العدد الاولي بايه اولي وفردي كمان بايه انا عندي العدد الفردية والاولية عندي هنا عندي هنا التلاتة والخمسة ويه كمان والسعة التلاتة الاتنين والتلاتة بس هو الاتنين معنا ليه الاتنين عشان هو عايز عدد اولي وفردي فالاتنين مش هنحسبها معنا طيب هو عايز فإن احتمال ان تكون هذه البطاقة تحمل عدد فردي اولي يبقى الاحتمال هو عايز الاحتمال يبقى الاحتمال عندي هيسوي كم عدد دلوقتي انا عندي دول تلت ترقان وعدادهم كلهم كام تسعة. على التلاتة فعل واحد على التلاتة فعل تلاتة. يبن الاحتمال بيساوي كام بيساوي تلت. هنشوف السؤال التاني. بقول لي اختر الاجابة الصحيح كان سين اس تلاتة صاد اس سالة تلاتة بساوي تمانية عايز صاد على سين. الاول سين اس تلاتة في صاد اس سالة تلاتة انا ممكن اخوضها اخليها. انزل. الكلام ده عندها يساوي ايه? ممكن اخلي سين اس تلاتة انزل لتحت بساوي اس تلاتة بتساوي التمانية. انا عندي هنا لس واحد يبن انا ممكن اخوض السين على صاد كل اس تلاتة بتساوي تمانية. تمانية دي اللي ايه عبارة عن اتنين بس تلاتة. يبقى الوقتي عندي السين على الصاد بتساوي كام بتساوي اتنين. بس هو عايز الصاد على السين مقلوب دي. يبقى الصاد على السين هتساوي كام على طول هتساوي نص. فنشوف السؤال اللي بعده. بدل المقدار سين تربيع زيد اربعة سين زيد الف يكون مربعا كاملا. اذا كانت دا بتساوي كامل. الف دلوقتي عند اللي هي الحد الاخير. فانا عند الحد الاخير قانون بتاعه بساوي ايه? بساوي الحد الاوسط تربيع. على اربعة في جزر الحد الاول. يبقى الكلام ده هيساوي. الحد الاوسط تربيع اللي هي اربعة سين كل تربيع. على اربعة في جزر الحد الاولاني اللي هي اربعة في سين تربيع. على اربعة في الحد الاول. اربعة سين تربيع. ناس. يبقى الحد الاوسط تربيع على اربعة في الحد الاولاني. اربعة تبقى اربعة تربيع اللي هي بتربعها بكام? ستاشر. سين تربيع على اربعة سين تربيع. سين تربيع تروح مع السين تربيع تفضل لي كام يتفضل لاربعة. يبقى العدد ده بساوي كام بيساوي اربعة. بتاع نشوف السؤال التالت. واللي ما جمعت حلل معادلة سين تربية نقاس سين بتساوي سفر هي ايه? الوقت عندي هاخد عمل مشترك من دول. اخد عمل مشترك اللي هو السين. هيتفضل منها سين ويتفضل من هنا كام واحد. الكلام ده عندي بتساوي سفر. يبقى مرة السين هتساوي السفر. ومرة السين نقاس الواحد هتساوي السفر. لما قد السلب واحد الجنبي التالي هيروح بعكس الاشارة. يبقى السين هتساوي كام? هتساوي واحد. يبقى مجموعة حل المعادلة يبقى ايه? مسافر وواحد. يبقى الكلام ده يساوي سفر وواحد. طعا نشوف السؤال اللي بعده. واللي مجموعة تحلل معادلة سين تربية نقاس خمسة سين زائد ستة بتساوي سفر. طيب. انا هحللها. السين تربية هتحلل زين في زين. والمجاب ستة وعايز عددين حصل ضربهم مجاب ستة ولما اجمحهم اطلعوا سالب خمسة. يبقى العددين هم اتنين وثلاثة بس انا عايزة وسالب خمسة يبقى سالب اتنين وسالب تلاتة. ليه عشان دي هتبقى سالب تلاتة سين ودي سالب اتنين سين. يبقى سين ناقس اتنين سين ناقس تلاتة. الكلام ده عندي بيساوي سفر. يبقى الكوزدة مرة هيساوي السفر. والكوزدة مرة هيساوي الصف يبقى السيال ناقص اتنين هساوي الصف والسيال ناقص تلاتة هيساوي صف لما ودي السيال باتنين الجنب التاني هيروح بعكس الاشارة يبقى السيال هتساوي اتنين ولما ودي السيال التلاتة الجنب التاني يبقى السيال هتساوي على طول تلاتة يبقى مجموعة حل المعادلة هي اتنين وتلاتة يبقى هو عازد كام اتنين وتلاتة تعالي نشوف السؤال اللي بعده بولي سحبت بطاقة عشوائيا من بطاقات مرقمة من واحد العشرة. فان البطاقة تحمل عدد فردي اكبر من تلاتة. الاول احنا عندنا عدد البطاقات هون. الواحد اتنين تلاتة ربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. طيب هو عايز عدد هو الحدث للعدد الفردي الاكبر من تلاتة. تعال شوف الكلام دي الاكبر من تلاتة عندي الخمسة وعندي السبعة وعندي جام التسعة. يبقى لها الفردي خمسة وسبعة وتسعة. يبقى عند الاحتمال هو عايز الاحتمال. هو عايز الاحتمال. يبقى الاحتمال عنده هيزاوي جام هيزاوي عندي تلاتة على عشرة. اللي هي تطلع عندي الجام بتلاتة من عشرة. نشوف السؤال تاني. بل حلل كل مما يقتي. اطيلة اربعة سنتة اربعين واستسعة. هنحللها ازاي? اللي عندنا ده هنحللها ده عبره عن فرق بين مربعين. كنا بنحلله المرة موجب ومرة ناقص. الاربعة سنتة اربع كنا بنحللها سنتة اتنين سنتة اربع سنتة اربعين لاتنين سين في اتنين سين. والتسعة كنا بنحللها لتلاتة في تلاتة. طيب. سنتة كعيب زي التمانية كنا بنحللها ازاي? كنا بنحللها هو كوس صغير وكوس كبير. سين زي الاثنين. وكنت بجيب مربع الاولان اللي هو سين تربيع ومربع الاخراني اللي هو اتنين تربيع اللي ها اتنين في اتنين باربعة. بعد كده ا dessرف ده. اتنين فسين بتنين سين. تعال شف اللي بعده. اعطيه ليسين تربيع نقس خمسة سين. هنا سين تربع وهنا سين باخد السين عن المشترة. اتفضل لي من هنا سين وتفضل من هنا كم لبنائس خمسة. تعال ونشوف السؤال اللي بعده. اعطيلي سين تربيع суبع سين زائد اتناشر طيب سأتحللها بالنص ابتقي وانا عندي سين تربيع حال سين في سين واللي اتناشر اللي ام حال لها اتنين في ستة لان تاتة في اربعة لاتنين في ستة مش هتنفع بس توتراتة في اربعة tumbuk يبقى اربعة سين واتتراتة سين انا عايز أسالب سبع سين هانا سالب وانا سالب يبقى سين ناقص تلاتة في Sين ناقص اربعة دعنا نشوف السؤال اللي بعد straw دaisse jump مجموعة حل المعادلة في حا. اعطي لي سنت ربع ناقص سين ناقص ستة بتساوي سفر. الاول تعال حللها بالماس. يبقى عندي السنت ربعها تحلي سين في سين. والسالب ستة حللها هتبقى اتنين في تلاتة. وانا عايز سالب سين يبقى كبيرة ياخد نفس اشارة الاوسط والتاني اشارة مخلفة. ليه? هتبقى سالب تلاتة سين. واتنين سين. الستة والتاني باشارة مخلفة. هيبقى سين زائر اتنين سين زائر اتنين وسين ناقص تلاتة بتساوي سفر. هيبقى الكوزدة مرة هيساوي سفر والكوزدة مرة هيساوي سفر. يبقى السين زائر اتنين هيساوي السفر. والسين ناقص تلاتة هيساوي السفر. لما ودي الاتنين الجنب التاني هتروح بعكس الاشارة هيبقى السين هتساوي سالب اتنين. لما ودي السالب تلاتة الجنب التاني هيروح بعكس الاشارة يبقى السينة هتساوي كام? هتساوي تلاتة. بقى مجموعة حل المعادلة عندي سالب اتنين وتلاتة. طيب. طبعا نشوف السؤال اللي بعده. بقول اللي اختصر لابسات صور. عطيلي جزر اتنين وس خمسة في تلاتة وس سالب اتنين على تلاتة في جزر اتنين وس تسعة. الاوت احنا عندنا هنا جزر اتنين وهنا جزر اتنين ممكن اخضهم مع بعض وهنا تلاتة وهنا تلاتة انا اخضهم مع بعض. يبقى ده الجزر اتنين عندي. اده القس فوق هاخده زي ما هو والقس اللي تحت ااخده بعكس الاشارة اللي هو ناقص التسعة. في تلاتة عندي. التلاتة دي هتعتبر عندي تلاتة وس واحد. هنا سالب اتنين هاخده زي ما هو واللي تحت ااخده بعكس الاشارة يبقى ناقص واحد. يبقى الكلام ده هيساوي جزر اتنين قس. خمسة ناقص تسعة بسالب اربعة في ثلاثة اس سالب اتنين. وسانوا nap-3 ثان جدا لانا اثنين مزيد سالب اثنين ثلاثة كس سالب ثلاثة لو انا عندي فيو ثلاثة سالب سنزله تاحت بالخطيب او واحد على اثنين كس عن ثلاثة Francisco ذا عنده يساوي ايه. هيساوي بواحد على اربعة في واحد على سبعة وشرين. الباك الكلام دا عنده يساوي واحد على اربعة في سبعة وشرين كام بمية تمانية وعشرين. يبقى المقدار ده بساوي كام واحد على مية تمانية وعشرين. تعالشوا بالسؤال الخامس بيقول ايه? بقول لي اوجد العدد الحقيقي الذي ضعفه يزيد عن معكوسه الضربة بالمقدار الواحد الصحيح. الاول احنا هنفرض ان العدد سين. هو بقول لي ان العدل حقا اللي ازا ضعفه. لو انا عايز اقيد ضعف العدد يبقى هيبقى ايه? هيبقى تنين سين. طب معكوس الضربي معكوس الضرب للعدد ده اللي هو السين يبقى معكوسه واحد على سين. تعال ان شو بس سؤال بيقول ايه? يبقى المعادلة عندي. بقول لي العدد الحقا اللي ازا ضعفه ضعفه اللي هو اتنين سين. يزيد عني يبقى ناقص معكوسه والضرب اللي هو واحد على سين. دم اكدره واحد اللي هو بساوي واحد. نقول ينفعش يكون فيه عندي مقام يبقى هضرب في المقام. المقام عند اللي هو في السين يبقى هضرب المعادلة كلها في سين. يبقى اتنين سين تربيع معكس الواحد بتساوي سين. لما دخل السين جوه يبقى الكلام ده عندها هيساوي ايه? اتنين سين تربيع ناقص سين وعندي فيه نسالب واحد ناقص واحدة. هحللها المرة اتنين سين. في سين? واحد في واحد. هنا هتبقى عموجة وهنا هتبقى سائل. ويبقى الاتنين سين زاد واحد مرة بتسوي الصفر والسين ناكس واحد هتسوي صفر. لما يود الواحد الجنبي التاني هيروح بعكس للاشاء ربعين. الاتنين سين هتسوي overall ومنها السين هتطلع بسائلة بنص ولما يود الواحد الجنبي التاني يبقى السين على طول هتطلع به كامل واحد يبقى العدد لاما سالب نص لاما واحد تعالوا نشوف السؤال اللي بعده والكيس به عدد من الكرات المتمثلة منها كان 2 باللون الأخضر و 4 باللون الأزرق والباقي كان باللون الأحمر فإذا كان احتمال سحب كرة باللون الأخضر كان 6 هو بعضيلي 2 من خضر و 4 من الزرقة والباقي كان أحمر والباقي ده أنا ما عرفش كان الكرات بتاعته إيه عايز عدد الكرات الحمراء دي نعمل إيه نحن نحن فاكريين كان احتمال الحدث القانون الأساسي بتاعنا احتمال الحدث بيساوي عدد عناصر الحدث على عدد عناصر فضاء العين الوقت هو عطلنا احتمال احتمال سحب كرة الخضراء كان بكام؟ كان بسوث يبقى انا هستنتج ايه؟ استنتج ايه؟ انا عندي عدد كرة الخضراء كان اتنين على عددهم الكلي اللي هو عدد عناصر فضاء العين من القانون ده اعرف اطلع حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوساطين يبقى انا اطلع عدد عناصر فضاء العينة كام؟ يبقى يساوي اتنين في ستة اللي هو يطلع عندي بكامل اتناشر كرة الكور كلها اتناشر انا منها اتنين اخضر واربعة ازرق يبقى البي كام؟ يبقى انا عايز اجيب عدد القراط الحمراء هيساوي كام؟ هيساوي اتناشر ماقص اللي باللون الاخضر واللي باللون الازرق اللي هو اتنين زائد الاربعة يبقى يساوي اتناشر ماقص ستة اللي هتساوي عندي كام؟ ستة اللي هو هيساوي عندي كام؟ ستة يبقى احنا جبنا عدد القراط الحمراء ازاي؟ انا عندي عدد القراط كلها اتناشر وانا اللي عطيلي منها اتنين اختر واربعة ازرق يبقى الباقي كام يبقى هترحم من الاثناشر يبقى اتناشر مايز اتنين زائد الاربعة يبقى يطلع كام ستة كرات يبقى على الكرات الحمراء